السلام عليكم ورحبا بكم مع ايام الجديد في فيديو جيد على قناتكم عالم مايار كنتمنتكم بسحاجة اضاف افضل احوال اللهم اعننا على الصيام وقيام الليلي وتلاوات القرآن في فيديو دي اليوم الوصفة دينا غدي نتقص معكم بريوات مالحين بعمارة اللي كتجي لديدة وكذلك بورقة بديل الورقة البسطيلة ممكن تعمرو بها لينيم او لليستيقار كذلك هكي اشكال تاع البريوات والحشوة ممكن تبدعو وتفنو كيف ما حبيته هنتقص معكم حشوة اللي سهلة وسريعة وغدي نتقص معكم بطريقة انت الطاهي الصحيحة انتعها الظرقة فكنتمنى على الفيديو ديلي ومنى الاعجاب ديلكم نخليكم معا تأتي من الفيديو ويلا كنتوا اول مرة تضروا القناة ما نزوج تلتحقوا بنا وتنضموا لعائلة دينا واحد لايك للا فيديو يلا عجبكم بطبيعة الحل ونخليكم معا تأتي من الفيديو فورجة ممتعة دعونا بركة الله فاول مرحلة هي العجين اللي غادي نحتاج فيها نسكيل وديل القيخ الخاص بالحلويات ما يعادل خمسمائة جرام خمارة خاصة بالحلويات اولا بيكين بودر من فئة سبعة جرام كذلك ما يلقى صغير للديل من الحاوك نحاول ان نخلط المكونات مباتيتهم غادي نحتاج بيضة اللي تكون بدرج حارة الغرفة الحجم متوسط او لا صغير وغادي نطيف كذلك علبة من الياغورت بنكها طبيعي يعني طبيعي بدون اي اضافة وممكن هنا يتعوضوا بجمع القبار ديال الحليب بودرة كذلك ممكن تعوضوا بنصف كاز ديال الحليب يكون بدرج حارة الغرفة كنضيف لجمع القبار انتع الزيت نباتية وهناي الماء اللي غادي نجمع به العجين تقريبا عندي هنا مية وخمسين جرام جميع المقادير اغطيتهم اللي يكون بالقرام تقريبا كاس اللارب كنضيف له معلقة صغيرة ديال السلصة الحارة ومعلقة كبيرة ديال السلصة الصوجة فهنا يمكن ان نقوم بتجنوب الماء عادي وكذلك ممكن نضيفوا اي توابيل عندكم بحال بودرة السماك او بودرة الكروفيت اللي اجينة باش تجيل دياله يبدو نضيف دا كلمان اللي كيكون بارديني عادي انتع الصنبور وانا كنجمع في داكت دقيقة حتى كتشكلي واحد العاجي اللي كتكون بين وبين ما نقصوهاش بزاف وكذلك ما نرخفوهاش باش ما سعدبناش في الخدمة كنحاول انني انتلكها تقريبا 11 دقائق كنحس بها انها ترخفات ومدلوكا مزيان صافي كان كتفي بهذا القدر كيف ما كتشوفو راكتكون مدلوكا مزيان سنوضعها في بلاستيكا او لو ممكن تغطوها في المألي منطق وتخليها ترتاح 1 ربع ساعة وكيف ما كتشوفو الكيميات اللي ما تقرب نستعملتها كاملة بالنسبة للكيميات اللي ما يبقى لحسب النوعية ديال الضقيق اللي استعملتو وكذلك الحجم ديال البيضة فهنايا غدي نخليها في بلاستيكا تقريبا 1 ربع ساعة ترتاح مزيان وغدي ندوز نوجد العمارة المقلات كان نوضع كمية من زيت نباتية جوج فصوصا تعتومة اللي يكونوا محكوكين ومصلة مشلدة وكنخلي هاد المكونة يتشحروا مزيان فهنايا ضروري اي حشوة ما تشحروا على العافية اللي كتكون مجهدة باش الحشوة ديالكم كتجي معنلكا وما كتتقليكم شلمة يعني كتجي الحشوة معنلكا وناشفة كنخلي المصلة حتى تشحر مزيان وكثبت كيف ما كتشوفو وغدي نحتاج هنايا الفلفلة مقطع الوان ممكن تستعملوا النوع واحد ممكن تستعملوا كذلك فلفلة خضرة فالحسب المتوفر بعد ما كثبت المصلة كرمي الكمية انتع الفلفلة هنا عندي حباد الفلفلة صفرة وحبها حمرة كنخليهم على عافية حتى تشحروا مزيان وكندوز نوجد تسبيل ديال هاد الحشوة هنا غدي نحتاج ملقة صغيرة ديال ملحة ملقة صغيرة مع مراج ديال البزار ملقة ونص صغيرة ديال تحميرة وكذلك العطرية ديال الحوت او البسطيلة ديال الحوت كتعطي واحد الداء رائع على هاد العمارة الى ما عندكم ش ممكن انكم تعودوها باي توابيل متوفرين عندكم هنايا كنضيف ملقة صغيرة انتع السلسة الحارة اختيارية ممكن تعودوها بالهريسة وكذلك كنضيف القليل من صوص الصوجة وكنزيد جمع الكبار حتى الثلاثة انتع الزيت زيتون ماشي زيت نباتية في هاد السبيلة من الافضل انكم تديرو زيت الزيتون وكناخد مقدار معلقة كبيرة من الصلصة او التوابيل اللي خلط كنضيفه من ديال الخوضر باش تشحر مزيانة تكون فيها واحد للضاع ذيال النفس التوابي اللي غدي نديرو في الجاج وغدي ناخد القطع انتع الجاج فالكمية انتع سودور الجاج وكنحاول ان ينلبسهم مزيان بديك تسبيلة فممكن هاد الجاج مع هاد العطريات ووجدوه بساعة تقبل او لا تخليو هبات ليلة كاملة فما كانش الاشكال هنايا كان نضيف الخاليه انتع الجاج والعطرية على الفلفلة والبصلة وكنخليهم على نفس العافية اللي كتكون متوسطة ما تنقصوش العافية باش ميتسطلق ليكم شلمة وكنخليهم حتى كيتشحرهم زيان ودجاج كيتخلو الطياب وغدي ندوز نوجد شعرية سينية اللي غدي نضيف فانيا انا كنستعمل شعرية ديال الاروز استعملت هاد العلبة كاملة كيكونوا فيها جوج ديال القيطع شعرية ديال الاروز وكنخوي عليهم المال اللي كيكون طيب وخليتهم كذلك في ذاك الاناء اللي خلط فيه الجاج باش حتى هو ما يتشربو شوية من دوك التوابل او الا منكها اللي بقتنا من دوك التوابل وكنخليهم تقريبا واحدة شارة تقايق احتار بساعة حتى كيدخلها طيب وقدتحلنا ديك الشعرية مزيان وضروري ما كنخليها تصفى مزيان نقطعها بالمقص او لبسي كي القيطع صغر وكنضيفو معنا الحشوة وكنزين تشحرها واحدة خمسة ديال الطقيق حتى كتلبسنا مع الحشوة وتايا كتاخد منكها اللي عندنا في العمارة فانيا ممكن تستعملو اي عمارة كتبغي بها وممكن تستعملو المتوفر عندكم ماشي اشكال انكم تقيدو بنفس الحشوة كنخلي علاجانا بتبرد وكان الرجع اللي عاجي اللي كتكون تلقات كيف ما كتلاحظو وكنجي نقسمها على قيطع فالحجم الكورات انتو مالك تحكمو في بغيتو تديروهم صغار يعني تديرو لينيم او للي سيغار ممكن انكم تديرو صغار من هكا كنتو غادي تديرو بريوات كبار فالريوات اللي شكلت انا راك الحجم ديالهم كبار تبارك الله فالليك لا حبها مقدر في يزيد تانية وغادي نبدأ ندووزهم في فوحة الكيمية انتا انشاء او لميزينة ونستفون في فوحة البلاتو فضروري ما تدووزهم زيان وتلبسوهم بننشاء في هذه المرحلة وبالنسبة الاخوات اللي جاتها هذه الكيمية كثيرة ممكن انها تقسم المقادر على جوج بالنسبة لي انها نشكلت 14 القيطعة وكل قيطعة غادي نخرج منها تنتاع البريوات فكيبقى على حسب الرغبة ديالكم فكان سامر بنفس الطريقة حتى كنكمل كمية كاملة في منشاء وكننغطيهم وكنبدا مباشر نطلق في هذه العجينة ما كنخليوها اشترتاح كتكون مرخوفة وكتساعدنا في الخدمة ضروري ما غادي تحتاجوا كمية انشاء او لد ما يزينها باش غادي تورقوا بها وكنبدا ناخد كل جوج ديال القيطعة كيفما تلاحظو كنورقهم فوحد السمك اللي يكون واحد الحجم اللي يكونو مقدين وانا دائما كنوضع كمية مهمة من انشاء ما تخافوش دائما الفائد لي كيبقى من انشاء كنتخلص منه في النهاية فانايا غادي نخدم كل جوج القيطعة مع بعديتهم هنا كنوضع وحدة اعلى وحدة كنضغطيك الضغطة في الوصف وشاكي يبقوا مشادين مع بعديتهم وكنبدا نطلق فيهم بالمذلك كيفما كنتشوفوه ما كان بقاش نديوه نجيب المذلك يعني ايا كنطلع الاعلى او لا كنهبط الاسفل بنفس الطريقة فاش كنجي نعطيهم العرض وما تبقاوش نديوه يعني المذلك ويجيبوه ذهابا وايابا كنديوهم يعني ايا الفوق ايا لتحت ياللي من ايا ليسر يلا بقينا كنحركوه يعني الفوق او لتحت في النص الوقت العجينة دينا كنتكمش وكتقطع النفج غادي نجيوه نفرقه وما بديتهم ما كيتحللش بسهولة وكيفما كنتشوفو را كنحيدوه ما كيتحيدو بكل سهولة كنحاول اناني ننفض الكمية اللي بقا تانشا يعني ذاك الفائض ضروري ما تخلصوا منو باش ميجيش عكا يباين في البرواد ديالكم وكانولين جمعوه نحيدو على جنب ممكن انك بتولي وتخدمو به فما كنش الفرق وهناي بواسطة الشيطة اللي كنتهنو بها البيض كنحاول اناني نحيد الفائض ديال منشا كيفما كتلاحظو وكان بدا نحاول اناني نقاد المستطيل باشا كي يجيوني القطع انتع البريوات او لا المستطيلات مقادتين ويجي فيهم حجم واحد بالنسبة لحجم ديال البريوات فانتو ما اللي غادي تحكمو فيه ممكن هاد الورقة تقطوها حتى على اربعة ديال الاشريطة انا هناي درتو الحجم ديالهم كبير كيفما غادي تشوفو في النهاية ديالفيديو او لكي مشتشوف الاول وكان بدا نوزه هناي الكمية ديال العمارة كان حاول نخدم بيت دي باشا كي يكن هز يعني شوية مشتارية شوية من الفلفلة وكذلك كمية من الجاش وضروري ما الحشوة ديالكم تكون باردة ما كان وضعوهاش فق الورقة وهي سخونة وكان بدا نشكل بها الطريقة فالعجينة تساعدكم 100% في الخدمة سهلا ممكن انكم يتعمروا القناة ممكن انكم تغيروا الشكل البريوة يجي مقعد نيشان يعني لكات عندكم خاوية تزيدوا تعمروا كيفما تلاحظو كتضغطوا وكيجيوا البريوات ديالكم مقعدين وكتحكموا في العجينة كتساعدكم في الخدمة وما تحتاجوا انكم اي ورقة خدمتها كتبقى ريانة غير حاولو انكم تخدموا شوية بسرعة كيبقى شكل ديال هزوين وكتبقى شخطة معكم ودائما كنحاولو نحيطو ذاك الفائد ديال ان شاء اللي كيكون عندنا غير زائد فكان قمسة مربطة كيفما كتشوفو هناك نحاول انني نقاد ذاك الملقاب جيشي شكل ديال البريوات مقاد فانايا ما كنحتاش انني للصق بالطحين او لندان بأبيض البيض يكفي انني كنحطهم او لا كنستفهم هكا فلطة ما كنلصقهم حتاش حاجة حيث غادي نطيبهم غير في الفران ما غاديش نقليوه وهذا هو شكل نطاع اول ثلاثة القطاع كيفما كنتشوفو كيشكل لهم زوين بزاف ومقاد وغادي نستمر بنفس الطريقة فهذه ورقة الاولى خرجت لثلاثة نطاع القطاع من البريوة وكنناخد الورقة الثانية حتى هي نحيطها الحواب بنفس الطريقة وكننحاول نقاد بما امكان نوزع فيهم كمية نطاع العمارة فممكننا يضيفو كذلك الفرماج فوق هذا العمارة فعلى حسب الرغبة ديالكم هنا بعد ما كان نتهم الكمية يعني اي كمية سليتها كندوس اناني نستفع في اللطن تاع الفرن ما كان دهنها بتحاجة وما كان نفرش لاش ورقة طي كنحطها مباشرة فوق اللطن كيفما كتلاحظو هنا ممكن انكم تشكلو لينيم اولا لسيجار دروري الفرن ما كانكونوا مسخنين على ميتين درجة بالنسبة للفرن فعلى حسب الفرن تعكل سيدا كل الفرن اللي كيكون كبير وميتين درجة هي حرارة متوسطة وكل الفرن اللي كيكون صغير وميتين درجة هي حرارة اللي اقصى درجة الحرارة اللي كتكون مجهدة بزاف فانتي كتداري درجة اللي كتكون متوسطة كانت مية وثمانين غادي تداري مية وثمانين حتى يتخل الفرن مزيان وكان دهن القطع انت على البريوات هنا بالزبدة نوازيت او الزبدة اللي كان خليها على عفية متوسطة حتى كتنشف من الحليب وكانتنشف كذلك من الماء وهنا يتكت بردو كان دهن بها القطع ضروري ما كتدهنهم مزيان وكان دخلهم الفرن على مية وثمانين درجة يكون مسخن من قبل ضروري ما يكون سخون وكان هبط لدرجة الحرارة ما بين مية وخمسين ومية وستين حتى كتب الورقاء من بره وكتب كذلك من الداخل ضروري ما تخليوا الورقاء اذا اختفتوا الورقاء ارغادي يجيولوين او ارغادي يقلسوا واحد المددوي الواو ضروري ما تكون عفية متوسطة وتخليهم حتى يتحمروا على خاطرهم وادوي شكرا لها انت بالرواة كنتمنى ان الفيديو دي ليومينا الاعجاب دي لكم بالنسبة الاخوات اللي بغوا يحتفظوا بهم فممكن لكم تحتفظوا بهم من بعد ما كتشكلهم مباشرة في المجمد تلقوا فيديو جيد على قناتكم عالم ماير استودعكم الله